مشكلة مفتعلة من اليوتيوب لمنشئ المحتوى علشان منشئ المحتوى ينسى المشكلة الأكبر من وجهة نظري وهي مشكلة خصم أرباح أدسنس المشكلة الأكبر و أكبر خصمي في تاريخ أدسنس أيوه فكرني بموضوع الترندات عايز تنسى تنسى ترند اطلع بترند جديد عايز تنسى منشئ المحتوى مشكلة اطلع بمشكلة جديدة لو جينا بصينا وقابنا حلاق ان منشئ المحتوى لما بيجي يدخل على اليتيوب ويضغط هنا ويبدأ يحول بين حساباته من حساب الى اخر بيلاقي الحسابات الاخرى حدثة خطأ انقر لاعادة المحولة هنا منشئ المحتوى بيخاف وبيكون الان مع ان الموضوع ده حصل برضو بفترة قريبة كان فيه مشكلة برضو في خصم ورجعت تاني وانا ساعتها ما كنتش فاهم ان الموضوع ده مفتعل لكن دلوقتي تأكدت ان الموضوع ده مفتعل خصوصا ان الموضوع ده بعد برضو مشكلة كبيرة في اليوتيوب وحل الموضوع ده حل سهل جدا حضرتك هتعمله قدامك ببساطة وان شاء الله الموضوع مش هياخد منك اي وقت لو جينا بصينا مع بعض كده ودخلنا على برضو استوديو يوتيوب وضغطنا هنا على الحسابات حنلاقي برضو الحسابات اللي انت ممكن تكون مدير فيها على الايميل ده لكن اي ايميل تاني برضو ما تقدرش طب العمل ايه؟ حضرتك هتدخل هنا وتكتب التطبيقات 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 في البحث عندك ابحث في اي مكان عندك بقى كل موبايل بيقدر يدخل على التطبيقات من وجهة نظره الشخصية ومن وجهة طريق موبايله يقدر يشتغل ازاي فيها ويجيبها ازاي لو جينا دخلنا هنا وعملنا بحث على اليوتيوب مثلا هو عرف الواي يوتيوب اهو يوتيوب وجينا هنا وبدأنا ندخل على مكان التخزين وعملنا مسح البيانات ككل وعملنا موافق اوكي؟ وبعد كده دخلنا هنا سانية هو جاري لسه متحذرش سواني لسه متحذرش التطبيقات تاني التطبيقات دي قاط ابحث على اليوتيوب تاني اه اتحذفت خلاص اهو مية سبع عشر ميجا تعال دخل على اليوتيوب نفسه بقى ماشي واضغط هنا اهو اضغط هنا وعمل تحويل هيبدأ ادخلك على كل الاميليات التاني خالص من غير اي مشكله طيب تعالوا مع بعض نفتح ستديو يوتيوب وندغط هنا على ستديو تيوب هلليقitte نفس الموضوع برضو في مشكلة هنعمل ان ايه هنيجي برضو على التطبيقات سواني지는 التطبيقات فين gibi التطبيقات لازم كتهتك خلص تجPL تفتح التطبيقات في ايه التطبيقات ل allocation التطبقات اوكي ونيجي هنا على يوتيوب ستديو ههو ستديو يوتيوب ونيجي هنا وانعمل على مكان التخزين مسح البيانات ونعمل موافق وبكده احنا حزفنا بيانات الاتنين نقفل بقى كل حاجة كده اغلاق الجميع ونيجي هنا على ستوديو يوتيوب اضغط عليه وابدأ شوف نبدأ من اول وجديد وندخل ونشوف الحسابات اهو ونبدأ نحول حساباتنا بسهولة جدا وكده حضرتك قدرت على قد ما تقدر انك تفهم تفاصيل مهمة جدا انك تقدر تحول ما بين الحسابات دي والحسابات دي بسهولة جدا وكل المشكلة انها كانت مفتعلة يعني ما كانتش مشكلة انا اتخصم من عندي وراحوا لا مش راحوا طب انا ما قدرش ادخل لا تقدر تدخل الموضوع كله حضرتك مالوش اي علاقة بيك الموضوع كله هو ان اليوتيوب بيفتعل مشكلة علشان حضرتك بشكل ما او اكتر تنسى المشكلة القديمة وده وجهة نظر الشخصية كمتوحد فكرة بالتوفيق الجميع كان معاكم اخوكم متوحد فكرة اللي ده ما بخدمتك ما تنساش توصلنا المية الف ممشارك ما تنساش توصلنا لعدد كبير جدا من اللايقات انا اكتر لايك وصلت له كان 350 متقالي او 400 عادي ان اوصل ده ل 500 لايك لو سمحتو فلازم تعمل لايك ولو حضرتك معايا في الكلام اتمنى اكتب لنا كومنت انك معايا وانك موافر متوحد فكرة في الرأي شكرا للجميع